نتكلم على المواعيد التجمع عائلي على المواعيد ديال الخدمة على المواعيد ديال الفيزا السوديانتي ديال القراية هذو بتلاتة بيهم فالطريقة هو انك تجيل القنصل لينهار الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاخوانت من ان شاء الله تكون حولكم الاخير وباخير ومرحبا بكم في فيديو وموضوع جديد كيف ما شفتم من التصويرات ديال الفيديو فغادي نتكلم على المواعيد ديال فيزا تسبانيا فهذا هذا الفيديو ديال كرام ماشي عام مكان نحضرش للمغرب كامل فكان نحضر على الجهة الشرقية يعني الناظر ووجداء زيول اروي ميدار دريوش في جيج يمكن نحتابوا عرفة هذا الغجين وهذه هذه المدن هذو اللي قلت فالمواعيد ديال الفيزا بالنسبة يعني انا انا اكد ما هي شي سياحة يعني حاولوا تفهموا الفيديو. والذي لديهم فيزا كونترا للخدمة هذو بثلاثة بهم فالمواعد وصلين والطريقة لكي يأخذوا المواعد فأخصوهم يأخذوا المواعد بعدها كما قلت، يعني وصلين شهر حداش يعني هذا الشهر هذا رغم مفاتحين شهر حداش يعني كيف فوق ما وصل المواعد ذلك ستقدر تأخذ المواعد في شهر 12 يعني كي تحصل على المواعد فهذه الحالات اللي قلت بثلاثة يعني فيزا تجمع عائلي فيزا دراسة فيزا كونترا للخدمة في الجهة الشرقية اللي قلت يعني نظر وجداء زيول عروي سلوان هذو كامل وجداء بعرفة في قيك هذو كامل بهم يأخذوا نهار الجمعة من الثمانية يعني إذا قدروا يأخذوا بكريم زيانة راكينا سوت أنا الناس حتى هذا المألوماتي رجبت اليوم من القنصلية رمش عطى هالي شي واحد وصفصرت لهذه المسألة هذي وقال لي واحد السيد مساكين قال أنا جيت معرّب على الصباح قال لي جيت معرّب على الصباح لأخذت الرنديفو يعني شبرت طريق الكامل وما جيت قال لي وصلت للناظر معرّب على الصباح ولقيت الناس هنا يعني لقيت الناس من وجداء لقيت الناس من ميدار يعني كلما بكرتي كلما تشبر الرنديفو قريب قال لي وحتى الطالب اللي ساقسيتم تمك فكتجي كتجي بسابورتي ديالك وكتجي كيطبع لك في الموعد اللي غادي تجي تحط الفيزا ديالك في القنصلية ماشي في بالاس لا رح لكم بالوالدين من نخرجوش على السياق ديال الفيديو على السياق ديال الموضوع أنا ما كنتكلمش على فيزا السياحة حيث الفيزا السياحة ناخده الموعد من الباليس أنا كنتكلم على المواعد التجمع عائلي على المواعد ديال الخدمة على المواعد ديال الفيزا السوديانتي ديال القراية هذو بثلاثة بهم فالطريقة هو أنك تجي القنصلية ينهار الجمعة ليهما عندهم الكوطة ديال الناس اللي غادي يدوزوا في النهار يعني تقريبا جي تي مع ديالك خمسين لوالة أو ثلاثين لوالة يقدر يجيك الرنديفو قريب مع ديالك تمانين أو مئة الخارة مثلا غادي يجيك الرنديفو بعيد شوي ولكن الموعد أنه يواصل شهر حداش وإخواني الكرام لا تنسوني مصالح الدوعة ديالكم بارتاجي والفيديو واللي بغي شي حاجة يعرفها على القنصلية واللي على المواعد ديال الفيزا هنا في اسبانيا في مدينة ديالناظر ولا في الانتوراج ولا بغي من شي مساعدة في تجهيز الملف ولا شي حاجة يتواصل معي في الانستغرام ولا في تيك توك ولا في فيسبوك ولا يخلي الكمانطير ومن بعد هنا نجاوبه لا تنسوني مصالح الدوعة ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته